عندي صورة بنت صغيرة من هون أنا رافعها من قبل ممكن تكون صورة بالموبايل ممكن تكون صورة أساساً موجودة في المتجيرني أنت تحملها وتحطها هون بغض النظر بالإضافة أنه عندي كمان صورة اللي هي صورة الكاركتر هذا اللي 3D تمام طبعاً أنا لو بدي أرفع صورة من عندي من جهازي بس بكبس من هون على تشوز أفايل وبرفع الصورة اللي أنا بدي إياها بس أنا هون رافع هدول الصور مسبقاً يعني تمام الآن هنا إحنا تعلمنا في الدرس الماضي عن موضوع الستايل إني أنا أنسخ الستايل ولكن بهاي الصورة أنا محتاج إشي تاني أنا محتاج إني هاي البنت أركبها على الكاركتر هذا يعني بدي البنت هاي تصير 3D كارتون أو 3D موديل مثل هاي الآن بدنا نفهم شو الكبسات هدول اللي تحت وشو بستفيد منهم ببساطة الصورة هاي أنا راح أحكي له ينسخ الشخص اللي فيها إذن أعملت use as character style أو character reference بالمقابل حكيت له هاي الصورة بدي إياك تنسخ لي الصورة shift لستايل تباحة إذن هيعطيني نفس الموديل هاي ولكن بوجه هاي تمام إذن من هون راح أحكي له إنه أنا بدي هاي الفيميل تمام هاي أحكي له مثلاً female 3D character مثلاً راح أحط فاصلة راح أحكي له بدي إياها بيكسر 3D render أو بيكسر 3D render اللي هو منعرف إحنا اللي هي أشكال الشخصيات الكارتونية اللي من صناعة شركة بيكسر إنت ممكن تحكي له بدي إياها تكون ديزني style مثلاً بيكسر 3D render style تمام راح أحكي له على سبيل المثال إنه wearing مثلاً a teacher uniform بدي بني هاي الصورة تكون مربعة فأنا جيت من هون قلت له بدي إياها تكون square تمام طبعاً يا جماعة هون في شغلة مهمة احتمال الآن لما أولد النتيجة احتمال تطلع البنت بس بورتري ما يكمل باقي جسمها ليش؟ لأنه أنا ما خصص طله إشي عن البوت ما خصص طله إنه full body تمام فأنا ممكن آجي من هون أحكي له بدي إياها تكون full body مثلاً خلينا نشوف بالله شو النتيجة اللي ممكن تطلع كتجربة شكراً وهو المطلوب هاي هي النتيجة فعلياً اللي أنا بدي إياها بدي الكاركتر يكون كأنه 3D على الموديل اللي أنا طلبته بدي إياها تكون كارتونية أكتر ارجعت هون بالبرومت وجيت مسحت آخر كلام اللي هو أساساً أنا مدخله هون يعني أموره زمانة فيميل ثري دي كاركتر بدل ما أقول له كاركتر رح أقول له هنا موديل فيميل ثري دي موديل بكسر ثري دي كارتون على سبيل المثال رندر تمام ممكن أحكيله من هون بدي إياها تكون كاركتر مثلاً بس لا أنا ما رح أعمل هذا الإشي خليمي أشوف بله نتائج مختلفة ممكن أحط له داش داش سي واحكيله مثلاً عشرين يعني يعطيني كايوس عشرين شوية اختلاف بدي بين النتائج يعني اختلاف بوضعيات الإيدين اختلاف شوي بطبيعة العيون بالأبعاد ببعد الكاميرا على العموم هاي النتيجة اللي أنا كنت بدي أوصلها حسيت أنه النتيجة اللي بدك إياها قريبة أو تمام ممكن تولد variations كمان وتشوف عينات كمان لما نيجي نحكي عن موضوع نسخ الستايل ونسخ الصورة فإحنا يا جماعة بنحكي عن موضوع كبير بنحكي عن أنك أنت ممكن تنسخ هذا الستايل وتعمل فيه اللي بدك إياه يعني لما باجي أنا باخد صورة الموزاييك هاي اللي طلعناها وباخد الستايل تاحها وباجي مثلاً من هون وبحكيله أنا بدي إياك تعملي مثلاً كوفي هاوس ع سبيل المثال في جرش يكون شكله والكونسبت تبعه مبني على الكالورفول موزاييك بيسز المفروض أنه يعطيني صورة واقعية لتصميم كوفي هاوس من الموزاييك معتمداً على الصورة هاي وعلى الموزاييك اللي فيها نسخت الستايل تبحها وجيت من هون حكيت له بدي الصورة تكون لاندسكيب بالعرض بهذا الشكل ومن هون كبست انتر حتى يبلش يولد النتيجة بحب النتائج لما تطلع مرات غلط بحب لما يفهمني المتجرني غلط ببساطة علشان أتعلم أضبط المدخلات تبعتي أنا هون لما عطيته وحكيت له اني بدي اوت دور كوفي هاوس ميد اوف موزاييك حكيت له بدي الكوفي هاوس كله مصنوح من الموزاييك أنا كان قصد الديكور بس هو راح يعمل لي كل شي لاني هون كمان حكيت له انه بدي كمان الفيرنيتشر يكون معمول من الموزاييك والحيط من الموزاييك فراح هون عطاني هاي النتيجة الصاخبة بالموزاييك بس أنا مش هيك كان قصدي أنا كان قصدي هيك يعطيني نتيجة لديكور بالموزاييك بس مش الطاولات والكراسي وكل اشي شوف هون كيف مثلا تمام عفوا تمام اهه هذا اللي بدي اياه حيطه مثلا موزاييك تمامي يعني بدي انا ديكور يكون موزاييك مش كل شي الفكرة اني انا هون حسنت المدخلات بالاضافة انه هون ما عطاني لوكيشن معين هون حكيت له بدي اياه يكون وسط الطبيعة وبيدي اياه يكون خارجي وحكيت له بدي الافاف يكون خشبي وبالتالي الوصف حسن طبيعة المدخلات اذا هذا بعتبره مثال صراحة جدا عملي على موضوع نسخ الستايل وموضوع حتى يعني طلعوا كيف نسخ حتى الالوان يعني الالوان اللي موجودة هون هي اللي حطها واستخدمها على الحيطان والارضيات وما الى ذلك اذا نسخ الستايل يا جماعة موضوع جدا مهم بالمتجيرني المعلومة الاخيرة اللي بدي احكيها بهذا الدرس اللي هي ممكن لما تروح على ويعجبك اشي معين على فكرة انت ممكن تيجي هون تحكي له use image وبالتالي هون حطر لك الصورة دوري ممكن تحكي له use style واو كبس لك على style كمان واو يعني اخر الصورة والstyle تمام على فكرة كمان نسخ لك الكلام اذا انت بتقدر تعمل use text تنسخ الكلام والstyle shift image وبالتالي هيك اعطاك يعني يعني حطلع تقريبا نفس هاي النتيجة تقريبا لانو انت نسخت style ونسخت الصورة والكلام وبالتالي انت تقريبا هتطلع نفس هاي النتيجة فاذا بتحب تغير تغيير ممكن من هنا تصير تغير اللي بدك يا بالكتابة اضيف اتنقص حتى يصنع لك اشي جديد مختلف طبعا مهما كان يا جماعة الذكاء الاصطناعي لا يولد نفس النتيجة لو تحاول مليون مرة كل ما تدخل لprompt هيطلع لك نتيجة مختلفة مستحيل يطلع نفس البيكسل نفس الاشي مستحيل طبعا الا اذا حطيت رقم seed معين بعدين ممكن نحكي عن هذا الموضوع ولكن ما فيش نتيجة متشابهة بالذكاء الاصطناعي يا جماعة يعني الاشي اللي انت بتعمله ما فيش زيه بالمرة اشتركوا في القناة